المكان مجلس النواب الزمان الأربعاء الموافق السادس من شهر أيار الجاري الحدث التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي هكذا تم تناقل الخبر بشكله الطبيعي ولكن مضمونه وتطبيقه على أرض الواقع قد يكون فجرا جديدا للعراق أو نفق مظلم لن يخرج منه بسلام كل ذلك بسبب متغيرات العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 بشكل عام وبعد انتخابات عام 2018 على وجه الخصوص حيث برزت الخلافات منذ الساعات الأولى للعملية الانتخابية بعد أن رفقتها عمليات تزوير كبيرة العملية السياسية مرت بمتغيرات سريعة بعد تكليف عبد المهدي كمرشحا توافقيا لتحالفي الإصلاح والبناء آنذاك مرورا بأحداث كثيرة أبرزها الحراك الشعبي الذي أدى إلى استقالة حكومة الأخير لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال وتبدأ مرحلة البحث عن بديل يريده الشارع وتوافق عليه القوى السياسية المتناحرة ليعلن رئيس الجمهورية تكليف محمد توفيق علاوي الذي اعتذر بعد فشاره في مرتين بعقد جلسة منح الثقة لحكومته ليتم تكليف عدنان الزرفي بمباركة النواب دون موافقة رؤسائهم الأمر الذي دفعه للاعتذار أيضا عن تشكيل الحكومة ها قد وصلنا إلى المعتارك الأخير بتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة وبتوافق شيعي سني كردي ولا فيتو شعبي عليه ليمضي باختيار حكومته وفق مبدأي النزاهة والكفاءة من أجل كتابة عهد جديد بغية أنقاذ العراق من الأزمات التي تعصف به في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه أتشرف أن أقدم لك كتابة تكليف وأتمنى لك كل الموافقية يا كاكا مصطفى حبيبي سيد الرئيس أتشرف بقبول هذا التكليف كلنا خدم بشعبنا العراقي وسنعمل نكون بمستوى المسؤولية أمام الشعب والتاريخ سيد الرئيس